ترجمة نانسي قنقر يأتي كصيحة نداء وبعين تطالع دوام التمييز وانقطاع الحال الجيد عن ملامسة ظروف العيش لمن أملت عليهم منطقية السواد الأعظم ومؤامرة القرل التاسع عشر النكراء أن يكونوا تحت إمرة احتلال لا يقاس العدل في موازينه وجهوا رسالة اليوم للعالم أجمع للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وخاصة عرب 48 هؤلاء الذين يعانون من التمييز العنصري ويعانون من التشريد والقهر يوميا لنؤكد للعالم أجمع أن فلسطين بأهلها ستبقى عربية وسيبقى الفلسطينيين الموجودين في أراضي 48 شوكة في حلق هذا العدو أينما حل الظلم تجده أكبر عند محتل أرعن وأينما وجد الإضطهاد وتهميش الآخر تراه أوضح في سياسة فصل عنصري تميل بإعاقتها نحو محوي هوية أصحاب الأرض من الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة شرسة يتبناها الكيان الصهيوني الغاصب تنوي القضاء على كل أشكال التواجد الفلسطيني أينما كان عبر لغة التضييق وشد الخناق على محيط معيشتهم في الداخل من بعد النكبة وفي الخارج بين حدود 67 النهج الصهيوني الآن يذهب إلى محاولة إقامة دولة عنصرية دينية تحاول أن تمحوا جميع الأديان الأخرى والمنتمين إلى هذه الأديان سواء كانوا من المسلمين أو من المسيحيين وهذا الأمر العنصري هو معروف أنه لا يبقى وإن طال مداه نعرب عن دعمنا لهذا المجموعة من الفلسطينيين الذين يتمسكون بالأرض ويعبرون عن مصالح المواطنين أبناء الأرض الفلسطينية الأصيلة وحتما شعب البحرين هذا موقفه الدائم لا يتغير ولن يتغير بالعكس داعم لشعب فلسطين في كل فلسطين في هذا اليوم نجتمع لمناصرة إخوتنا في فلسطين عرب 1948 وهم لا يزالون يحملون اسم فلسطين في قلب العدو الصهيوني متجذرين في أرضهم واقفين سامخين في أرضهم فكر وأيدولوجية صهيونية تمضي نحو إحلال خلافات مفتعلة فتارة تختلق العدائية للدين وتارة أخرى يلوك نهجها سلم الأعراق ومنبة الفلسطينيين كأصحاب قضية وملاكي أرض ما زال الاستطان ينهش كل جزء من جسدها متوسعا على مرأة من أعين يمين إسرائيلي متطرف لا ينفك في عدم الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وسعيه اللا إنساني في وعد كل حلم فلسطيني ببناء دولته المستقلة كاملة السيادة تنعم بالاستقرار وتحديد المصير المنتظر قضية تأبى إلا أن تجتمع على مبدأ حق العيش وتحديد المصير والمسير بثبات نحو دولة فلسطينية لها كيانها ولشعبها المرابطي وفي الإنصاف في نيل حياة لا عناء فيها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات